ايه العادات اللي انت محتاج تعملها كل يوم عشان تبقى كاريزماتك بص احنا اتكلمنا كتير عن الكاريزمات قبل كده بس كنا نتكلم على مواقف معينة او حاجات انت بفروض بقى تحضرها وتتضرب عليها كتير وبتاع وتبقى محضر بقى الموقف ده انت هتعمل ايه او تاخد بالك من ايه بالزبط علشان تبقى كاريزماتك اكتر المرة دي بردو انا هقول لك العشوات حاجات تاخد بالك منها بس الموضوع هيكون يعني عادات يومية اكتر ما هي اي حاجة يعني حاجات انت مش محتاجها في مواقف معينة على قد ما انت محتاجها في يومك كامل مفيش يوم هيعدي عليك في شغلك او في كليتك او في امكان من غير ما هتستخدم الحاجات دي فهاي حاجات ضرورية جدا ايه اللي مخليها ضرورية اصلا اللي مخليها ضرورية ان انت فعلا بتقابلها كل يوم يعني انت محتاج تعمل كده يوميا فعلا ايه بقى العادات اليومية اللي بتخليك عندك كاريزمات اكتر بكتير دي خلينا نقولها مع بعض دلوقتي بس لو انت بقى مهتم بالنوع ده من المحتوى عموما يعني ياريت تشترك في القناة لو بيتر سبشتركتش وتعمل لايك للفيديو ولو ما عدبكش في الاخر يا سيدي اعمل ديس لايك كلامنا مره دي بقى خلينا نقول كده عن كابسولات كاريزمات يعني عارف زمان كده ويمكن لحد دلوقتي يعني في مجلة ميكي كان فيه بقى حاجة صغيرة كده اسمقى ميكي جيب كنت بحبها قوي اللي هي مجلة ميكي برضو بس صغيرة كده ممكن تحط في جيبك فنقدر نقول ان دي كابسولات كاريزمات او كاريزمات جيب يعني شوية حاجات كده انت محتاج تبقى حطتها في جيبك كل يوم الصبح وانت ناس هتفرق معك كتير في يومك يعني عموما وهتحسن علاقاتك بالناس انت سوى تخيل قد ايه عشان احنا مش هنتكلم على حاجة ولا اتنين احنا نتكلم على خمس حاجات والله بفكر اعمل بلاي لست اسمقى كاريزمات جيب ممكن ابقادردش فيها معاك عن الحاجات دي كتير بعد كده لو بتشجع فكرة زي كاريزمات جيب دي ياريت تقولي في كمانت دلوقتي يعني اول بحالي اول كمانت بيقولي يالله اهعمل بلاي لست اسمقى كاريزمات جيب على طول اول حاجة بقى عايزك تحطها في دماغك وانت نازل كده الصبح احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن ازاي الناس بتحب تحس بقيمتها تحبك جدا لما تحسسهم بقيمتهم وتقدرهم اكتبس في حاجة مهمة جدا لازم تتعامل قبل ما انت تقدر الناس او قبل ما تحسسهم بقيمتهم لازم وضروري جدا تحسسهم بقيمة نفسك اتعلم انت نفسك تبقى مقدر نفسك قدام الناس ازاي بتعمل ده وليه اصلا بقولك كده بقى تخيل معايا كده لو انت اي حد حرفيا هو بالنسبة لك بالنسبة لك انت لا يعني شيء يعني او حد مش واثق في نفسه وهو ملوش تعامل معاك مثلا او مفيش مصالح مشتركة بينكم ويجيه رح ايلك رأيو فيك بيمدحك يا سيدي وبيقولك يعني كل حاجة حلو هل رأيو ده هيهمك يعني هل هيكون لي قيمة هل هيبسطك او هيخليك تحب تقرب له اكتر والله هو ممكن يبسطك عشان عموما احنا بنحب اللي يمدح فينا او يحسسنا ان احنا كويسي زي ما قلنا من شوية الناس بتحب لي قدرها فانت لو حد قدرك حتى لو هو اصلا مش مقدر نفسه حتى لو هو مش حد زو قيمة يعني فانت ممكن تتبسط بس مش هتحب تقرب له اكتر ومش هتحب تحسن علاقتك بي عموما طب تخيل معايا بقى لو الحد ده مثلا مديرك في الشغل او حد جامد جدا حد مشهور جدا حد قوي جدا في مجال معين او في حاجة معينة او حد واسق في نفسه جدا ودايما بياخد الاتنشن او انتباه الناس اللي حواليه ويجيه شكر فيك او قالك قد ايه انت حد كويس او قد ايه انت حد عندك مهارة معينة مثلا مش هتتبسط اولا انت اكيد هتتبسط وهتتبسط جدا سانيا ان غير ان انت هتتبسط كمان الرأي ده هيكون قيم بالنسبة لك عن رأي اي حد تاني الرأي ده مجالكش من اي حد ده جالك من ح حد مهتم بنفسه جدا وحد قوي جدا والناس قردي بتحبه او محترمينه ومدينه مكانته الخاصة جدا علشان كده بقولك بقى انت مهم جدا عموما في تعاملاتك مع الناس اليومية تبقى بتقدرهم وبتحترمهم قوي ومتحسسهم ان هم كويسين تبقى انت السورس او مصدر احساسهم بذاتهم او احساسهم بان هم كويسين لما انت تبقى مصدر الاحساس ده عند اي حد مش متخيل قد ايه الناس دي هتحبك ومتخيل قد ايه الناس دي فعلا هتبقى معتمدة عليك ومتلا trauma يقلبك في الاحساس ده لكن قبل ما تحط ده في دماغك وقبل ما تحس ان انت لازم تقدر كل الناس الي انت بتقابلها يومينا لازم تحس ان انت لازم تقدر نفسك يوميا. لازم تقدر نفسك انت التقدير الكافي ليها واللي هيتستحقيقها والثقة الكافية لان انت تعمل ده لما انت هتعمل دعا مع نفسك لما انت هتحب نفسك وثقت أيك اكتر كفاية Royal Warp,我們 faire en 4倍 plus ga dur之 1. حب الناس وثقاتهم فيك مترتب جدا على حبك انت لنفسك وثقتك في نفسك لما انت هتبقى واثق في نفسك كفاية وبتحب نفسك كفاية وفكك يا سيدي من كل ده لو قلنا ان احنا حب الذات والثقة في النفس دول بياخدوا خطوات وبياخدوا تدريب وويويوي هقول لك حاجة بسيطة جدا اي حد يقدر يعملها من بالوقتي حالا حتى مش من النهاردة حط نفسك اولوية كتير مننا بيحط اللي حواليه هما الاولوية من غير ما تاخد بالك في اي حاجة عموما في شغلك في كليتك في اي حاجة يعني الموضوع بيبقى زي ما يكون مبدأ كده ماشي على اي حاجة انت ممكن تتخيلها حرفية لما انت بقى تركز وتحط نفسك انت اولوية هتحس جدا بتقدير الناس ليك اكتر من اي وقت تاني لكن لو انت محطتش نفسك اولوية صدقني محدش هيحطك اولوية خالص يعني لو حاجة زي كده ما جاتش من عندك انت ايه مش تيجي من عند حد وعلى فكرة معاهم حق يعني لو محدش مطالب ان هيحطك اولوية ليه حطك اولوية يعني فالحاجة البسيطة جدا واللي مش هقولك سهلة هي مش سهلة لو هي مش عدتك بس ضروري جدا تعملها وسهل ان انت تعملها بقى يعني انت مش محتاج تدريب بقى وطاقة وبتاع وتعرف بقى الخطوات اللي انت مفروض تعملها علشان تحط نفسك لا بساطة حط نفسك اولوية فكر في نفسك انت الاول في اي حاجة فتقدر تقول ان اول حاجة دي او اول عادة يعني ان انت تفكر في الحاجتين دول مع بعض يعني مع بعض مش حاجة لوحدها تفكر الاول ازاي تقدر نفسك وازاي تحط نفسك اولوية في اي موقف بقابلك في اليوم وبعدين تفكر ان انت تقدر الناس وتديهم وضعهم كويس قوي ما تهملش الحتة دي حط نفسك اولوية اه بس حطهم بعدك على طول وهتم بيهم علشان ده هيفرق كتير جدا في علاقتك بكل الناس اللي حواليه تاني كابسولة كاريزما انت محتاج تبقى حطتها في جيبك كل يوم وانت نازل هي ان انت فكر كويس قوي ان انت متكونش حد شكاء بكاء بجد الشخصيات دي محدش بيحب خالص ان هما يكونوا في حياتك الشكوى واللوم والحاجات دي ليهم مكانهم وليهم ناسهم لما انت تبقى متضايق وحابب تشتكي ما تشتكيش على العالم خالص بلاش متعملش كيه بيقى شكلك كويش قوي لا واحد او اثنين بالكتير في حياتك وهما دول اللي انت تبقى بتشكلهم هما متهمش حد تاني عشان انت فعلا متهمش حد تاني بامانة يعني مش عايزك راحك بس بجد محدش مهتم ولو انت اتكلمت بقى مع الناس كتير قوي كل ما تقبل حد تقوله ده انا عندي وعندي وعندي وده انا تعبان وارفان ومش طائق نفسي ومش طائق حياتي محدش يحب يسمع كل ده محدش يحب يسمع شكويتك دايما الناس عايزة اللي يفرفشها مش عايزة اللي ينكد عليها بالاخر فلو انت معندكش رصيد قوي جدا عند حد وفي حد فعلا بيحبك وخاف عليك وحريص على انت تكون كويس ما تشتكلوش محدش حابي بيسمع حاجة اكتر من اننا الحمدلله كويس قوي مهما اي حد سألك على فكرة انت عامل ايه هو عايز يسمع الحمدلله انا كويس فما تبقاش شكاء بكاء عموما في حياتك وما تبقاش شكاء بكاء كمان في اي موقف انت تقابله في اليوم يعني حصلت بالوزرق ام سياحة ما تعدش تشتيكي وتندب حظك يعني اتعامل مع الوضع الحالي الناس دي احنا بنسميها solution oriented يعني ناس متجهة ناحية الحل حللين من الاخر حللين مشاكل حللين المشاكل دول بقى بيبقوا مهمين جدا في اي مجتمع يعني دي تقدر تقول عليها مهارة مطلوبة جدا عند اي حد ان انت تكون solution oriented انت مش بتقعد تفكر في المشكلة انت بتفكر في الحال فلما تحط في جيبك كده كابسولة دي وانت نازل ان انا مش عايزة بقى شكاء بكاء انا مش هشتكي النهاردة على اي حاجة اي حاجة ما هم حصلت مش هعلق مشكلة على حاجة معينة او على حد معين مش هشتكي من ده انا هبقى solution oriented او دايما بفكر في الحلول وبس ده هيفرق كتير جدا في الكريزما بتاعتك نخش بقى على تالت كابسولة كريزما انت مفروض تكون حطتها في جيبك وانت نازل حاجة مسيطة مش هتعيبك خالص متاخدش مجهود خالص بس ركز فيها عشان احنا دايما بننساها وبجد هي بتفرق كتير جدا مع الناس اما تقابل اي حد بعد اذنك اندهو اسمه وحاولت اندهو اسمه كتير الناس بتحب جدا اسمها وبتحب اللي ينداه اسمها وخلي بالك دانبع من حب الذات برضو يعني انا بحبني فانا بحب اسمي فلما تيجي تتعامل معي وتقولي يا محمد او يا متحت انا هحبك اوي على فكرة بس انا عايز اقولك انا حاكمين انا لما بشرح الحاجات دي انا بحاول ابالغ شوية علشان ابين لك فعلا ان هي مؤثرة وهي فعلا مؤثرة جدا بس انت عمرك ما هتلاقي فعلا حد اسمه حسن فهتقوله يا حسن فهيقولك ايه ده انا بحبك ايه مش بتيجي كده بس فكرة ان انت تنطق اسم اللي قدامك كتير ده بيحببه فيك اكتر وبيقربه ليك اكتر بيحب يقرب منك اكتر وبيرتح لك اكتر مناخر هي حاجات شغالة على الصبكونشوس ليفل او في العقل اللي واعي اللي هو بيخليه كده من غير حاجة حسن هو قبلك في قبول كده منكم مبسوطين مع بعض فركز في اسمها الناس اللي انت بتشوفها لو انت تعرف اسم حد اندهب اسمه لو ما تعرفش اسم حد على فكرة فرصة جميلة جدا ان انت تقوله اسمك ايه وتتعرفه على بعض واعرف اسمه ما تنسهوش وبعد كده نديبي على طول رابع كابسولة كرازمة انت محتاج تكون حطتها في جيبك هي ان انت تكون مبادر يعني ايه مبادر بقى كلام كبير او احنا مسمعه كتير من جير ما نبقى فاهمين ايه الحوار ده يعني فيه افاكت او تأثير اسمه بايستاندر افاكت ايه بايستاندر افاكت ده بيقولك ايه بايستاندر افاكت بيقولك ان انت لو ما تيجي تطلب حاجة من حد لو احنا مثلا خمسة ستة واقفين حوالين بعض وانا وقعت فعايز حد يساعدني فقلت والنبي يا جدعان حد يقومني ولا حد يسأل فيه انا عارف انك لو موجود هتقومني والله انا عارف ان انت حبيب بس عموما البيستاندر افاكت ده بيقولك ان مفيش اي حد هيعمل اي حاجة غير لو تقله هو باسمه حتى لو هو شخص جميل وكل حاجة وعنده استعداد يساعدك بس محدش هيحس بالمسئولية ناحيتك او ناحية الشئ ده غير لما يتقله هو شخصيا لكن فعلا لو احنا خمسة ستة واقفين في قوضة وطلب مننا حاجة معينة اللي هو يجد عنه والنبي يشيلوا الترابيزة دي يحطوها في القوضة التانية محدش غالبا هتحرر لكن لو قلت الحسن وابراهيم مثلا شيلوا الترابيزة بعد اذنك وودوها القوضة التانية هيتحرقوا هيبقى ما عندهم شميانة عادي ده البايستاندر افاكت انا بقولك ايه بقى انا بقولك بوز ام الافاكت ده تبوزه ازاي بقى ان انت تكون الشخص اللي من غير ما يتقله هو شخصيا يعمل الحاجة بتعملها تخلي بالك حاجة زي كده ممكن تسوحك لو فضلت ماشي عليها يعني بالحرف يعني ايه يعني انا دلوقتي بقولك خليك انت الشخص المبادر اللي بيعمل اي حاجة من غير ما تطلب منه فانت تقوم رايح متحمس واخد شغلك وشغل الناس كلها عشان ما تطلبش منه وقوم شخصيا يلا انا هشيل كل حاجة دي مش حاجة حلوة يعني انت ايس الموضوع على نفسك ايس الموضوع على ظروف شغلك على الناس اللي حواليك ايس الكلام ده بس عموما لو في خطوة تاخد مش بتاعت حد خدها يا سيدي مش مشكلة لو في خطوة تاخد تضيف لك لو في حاجة تطلبت خليك انت الليدر خليك انت اول واحد بياخد الخطوة دي خليك انت المبادر فيها بيفرق كتير جدا في الكاريزمة بتاعتك وفي منظرك قدام الناس اللي حواليك خامس كابسولة كاريزمة محتاجة تكون حطتها في جيبك حرفيا طول الوقت حاجة انت ما ينفعش بجد تمشي في الشارع من غيرها اساسا هي ان انت دايما تفكر نفسك بهدفك انت هدفك ايه انت صحي النهاردة ليه اصلا هو انت بتفرج على الفيديو ده دلوقتي ليه معلش قولي انت دلوقتي بتفرج على الفيديو ده ليه لازم يكون ليك هدف عموما انت بتسعى وراه حياتك متجهة ناحية الهدف ده بص هو احنا عموما كلنا عايزين يبقى معنا فلوس وراكبين عربية حلوة وسكنين في بيت حلو ومتجوزين بنت بنحبها يعني الحاجات دي احنا كلنا عايزينها فعلا يعني دي متعتبرش ultimate goal او هدف سامي ليه الهدف السامي ده حاجة فعلا متحركك بتخليك كل يوم تصحى من نوم متحمس كل يوم انت صاحب النوم عندك حاجة النهاردة عايز تعملها او حاجة هتقربك لهدفك اكتر صدقني انت من غير الهدف ده حاجة ودي حاجة تلتة خالص بالهدف ده انت هيبقى عندك شوية حاجات كده مطيفة جدا يعني انت هتبقى عندك رزمة اعلى بكتير هتلاقي نفسك قائد لناس حواليك هتلاقي ليك followers او هتلاقي ليك ناس حبة تابعك واخدق قضوة ليهم هتبقى ناس كتير معجبة بيك وعايزة تبقى زيك علشان تصدقني قليل مننا اللي بيقى فاهم نفسه فعلا وعارف هو عايز يروح فين عارف فعلا هدفه اللي بيحركه فلو انت عندك هدف بعد اذنك فكر نفسك بيه كل يوم خلي دي كابسولة الخامسة اللي انت بتحطها في جيبك وانت نازل لو انت معندكش هدف بعد اذنك برضو بعد ما تخلص الفيديو ده على طول قعد مع نفسك قادة حلوة كده وحاول تحدده حاول تفكر مع نفسك وانت بتعمل ده ليه انت بتصح كل يوم النوم ليه انت رايح فين وجاي منين ايه حكايتك علشان تصدقني بالهدف ده معنى حياتك هيختلف كتير قوي وهتلاقي نفسك بتعمل حاجات مش اي حد بيعرف يعملها ولا انت نفسك كنت متخيل اللي انت تعرف تعملها في يوم الايه دول كانوا بخمس كابسولات اللي انا حطتهم لك في جيبك ياريت ما يوعوش منك اعتقد ان انت لو ميكمل الفيديو حد دلوقتي ممكن يكون عجبك فاريت تعمله لايك وياريت تشتريك في قناة لو انترس مشتركتش وشكرا جدا انت تفرك لحد دلوقتي و سانواي